عايز اتقل حالتك ونبدأ كده ازاي يعني اظهر مظاهر الحب لله لرب العالمين بصدقتي وبان انا اعمل ايه ابين رب الله سبحانه وتعالى ان انا بحبه وبعيدا عن ان انا عايزة حاجة انا بحب ربنا وعايزة اتبعه واتبع اللي هو امرنا بيه فاعمل ايه عشان اظهر ربنا سبحانه وتعالى حب لي بالصدقاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله حب الله سبحانه وتعالى حب ازلي وحب لا بد وان يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم على حب الله يكون هذا الحب الذي فرضاه الله سبحانه وتعالى على عباده قال القائلون اولا زمان كانوا بيقولوا احبك حبين حب الهوى وحبا لانك اهل لذاك فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عما سواك واما الذي هو حب الهوى هذا الحب الذي قالته عشيقة الحب الالهي رابع العدوية رضي الله عنها لما قالت الهي احبك لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكني احبك لذاتك فانت اهل لكل حب لانك خلقت فسويت فعدلت في اي صورة ركبتنا وانت القادر سبحانك يا رب العالمين وبعد المولى سبحانه وتعالى فرض فروضا وسنى سننا لنبيه صلى الله عليه وسلم قال تعالى احب ما تقرب الي عبدي ما افترطته علي احب شيء يتقرب الي العبد هو الحاجة اللي انا افترطت عليه اللي هي الفرائض وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي عليها ولئن استعان بي لأعيننه ولئن استقرضني لأقرضنه حتى في رواية قال حتى يكون عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون يا سبحانه الله ولذلك قال الله تعالى عبدي اطعني يطعك كل شيء كل شيء ده معاني كبير يا شيخ ابراين عبدي اطعني يطعك كل شيء فانت تصلي الصلاوات الخمس عندنا كمان 12 ركعة روادتهم فين لازم هتصليهم عاوز الحب انت حتى يكون الله سمعك وبصرك بمعنى ان لا تبصر الا بنور الله ولا تسمع الا بعين الله ولا تستقوي الا بقوة الله فيكون الله سبحانه وتعالى يستغرق عليك كل حياتك ففي كل فعل تفعله تضع الله امامك حضرتك بتصلي وليك سنن حضرتك بتزكي وليك نوافل اللي هي الصدقات الذي امر فيها النبي الله النبي صلى الله عليه وسلم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صحيح تطهرهم وتزكيهم بها اشتركوا في القناة